تسأل تقول بالنسبة للصلاة الإبراهيمية تقول أقرأها بعد السلام ما حكم ذلك أخت الفاضل الصلاة الإبراهيمية قبل السلام الصلاة الإبراهيمية قبل السلام فكل من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر مطلقا أنه كان يأتي بها بعد السلام وإنما علم الصحابة أن يقولوها داخل الصلاة قبل السلام فلما سأله الصحابة كيف نصلي عليك فذكر لهم ذلك اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وكان يقوله عليه الصلاة والسلام قبل السلام بارك الله فيك بعد السلام بعد ما ينتهي من السلام ماذا يقول يقول أستغفر الله ثلاث مرات أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله هذا الحديث عند مسلم من حديث عائشة و ثوبان ثم كان يقول اللهم أنت السلام و منك السلام تباركت يا ذا الجلال و الإكرام ثم يبدأ بتقديس الله و تمجيد الله يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك يرفع صوته لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير إلى آخر ثم يأتي بيقرأ آية الكرسي ثم قل هو الله أحد و قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس ثم يقول ثلاثا و ثلاثين سبحان الله ثم يقول ثلاثا و ثلاثين الحمد لله ثم يقول ثلاثا و ثلاثين الله أكبر ثم يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير و ما ثبت لا بطريق صحيح و لا بطريق موصول و لا بطريق مقطوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ التحيات بعد السلام أبدا و لذلك من قصد هذا و فعله فقد ابتدع و من لا يعرف فقد أخطأ أما من يتعمدها هكذا و يرى بأن هذا شرع فقد ابتدع في دين الله فيخطى الفضل تقال قبل السلام أما الذي بعد السلام هذه الأذكار التي ذكرتها لكي